خطوات أولى فعلية لإنجاز مشروع طريق التنمية بدأت بتأسيس مقر للمشروع في المحطة العالمية التابعة لشركة العامة لسكك حديد العراق لتكريس المباحثات والاجتماعات والمراسلات والمخاطبات سواء مع شركة الاستشارية الإيطالية أو مع الحكومات المحلية في المحافظات التي لها ارتباط بهذا المشروع المقار بدأ باستقبال الفرق الفنية وأيضا من لديه استفسار أو الجهات الحكومية وبدأت هيئة مشروع طريق التنمية وعقدنا أكثر من الاجتماع الآن فرقنا الفنية التي تابعة للشركة الاستشارية بدأت بتحريات التربة المقطع بطولة من الفاو إلى كربلاها تأخذ تحت الشركات والمقطع الثاني من شمال كربلاها المقدسة باتجاه الحدود العراقية التركية في فيشخابر انفتاح على كبريات الشركات العالمية وزيارة المحطات الرئيسية والشركات الكبرى في أسبانيا والمتخصصة في صناعة القطارات وإنشاء الأنفاق وسكك الحديد جولات للمسؤولين على طريق التنمية للإسراع في إبرامي التعاقدات الأساسية والالتزام بالتوقيتات الزمنية الموضوعة لإكمال جميع المنشآت الحيوية الأساسية هناك كانت زيارات متعددة للسيد الوزير يعني من ضمنها إلى أسبانيا وأيضا هناك زيارات من دول أخرى إلى وزارة النقيل للدخول في هذا المشروع سواء على مستوى التنفيذ أو التصميم أو التشغيل لهذا المشروع المهم تم زيارة مصانع القطارات في أسبانيا وكذلك الإطلاع على نوعية وطبيعة عمل القطارات ويمتاز المشروع بخط للعجلات وخط للسكك الحديد يصلاني الخليجة بالحدود التركية مشروع يعول عليه ليصبح خط نقل أساسي للبضائع بين الشرق الأوسط وأوروبا عباس نعمة العراقية الأخبارية مغداد